وفي هذا الصدد أشار سعادة الدكتور أحمد سالم العريض عضو مجلس الشورى أشار في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها مشروع الخلايا الجذعية للاقتصاد الوطني صرح المشروع لقانون لجراعة الخلايا الجذعية وقد تمت الموافقة عليه طبعا قبل الطرح درسته ندت لجان المشروع طبعا يهم البحرين من ناحية الاقتصادية لأنهم يتماسى مع خطة سمو رئيس مجلس الوزراء والإلآة 2030 بالاستثمار في المجال الصحي وعندما ووفق على هذا المشروع وإن شاء الله ترافق عليه الحكومة باستخدام الحلايا الجذعية ستكون عندنا البناء التحتية التي ستشجع كثير من الشركات والمؤسسات العلاجية العالمية والإقليمية للقدوم للبحرية لأنها تريد أن تتأكد من وجود التشريعات التي تحمي العاملين في هذا المجال سواء المرضى أو العاملين طباء وباحثين اشتركوا في القناة